شكك مراقبون للشأن السياسي بنسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي أعلنتها المفوضية والتي بلغت نحو 44% بسبب المقاطعة الكبيرة التي شهدها يوم الاقتراع نتيجة تفسير المواطنين لبيان المرجعية الدينية العليا في النجف وتركها الخيار لهم في المشاركة من عدمها دون الحث عليها كما في الانتخابات السابقة مما أعطى انطباعا لديهم بأن هذه الانتخابات غير مجدية بإجراء تغيير ملموس في المشهد السياسي على حد وصفهم هذه الأرقام غير دقيقة تحتاج إلى أن تكون المفوضية أكثر شفافية مع المواطن ومع المراقب السياسي ومع المنظمات المتابعة والمراقبة ومع المنظمة الدولية لأن يحتاج إلى عملية مراجعة أعتقد بأن النسبة لم تتجاوز 35% لكن في نفس الوقت كانت هي أيضا سبب آخر بعزوف هذا المواطن عندما لم توجب عملية الذهاب إلى الانتخابات بل أعطته صراحة الحق في عدم الذهاب أو لا وبعيدا عن عدم قناعة المواطنين بمستوى أداء الطبقة السياسية الذي دفع الكثيرين إلى مقاطعة الانتخابات وفق مراقبين فإن طبيعة استخدام التقنيات الحديثة في التصويت الألكتروني حال دون تمكن الكثيرين من الانتخاب بالإضافة إلى تثقيف ما يسمى بالجيوش الألكترونية التابعة لبعض الأحزاب ودفعهم باتجاه عدم المشاركة رغبة منها في البقاء بالسلطة على حد قولهم هذا محركة جيوش الألكترونية لأحزاب سياسية نافذة لأنها كانت تريد أن تبقى في واجهة المشهد السياسي لأن أي خفاض بالمحاصلة بمعنى هذا لا يسمح للأحزاب الصغيرة أن ترتقي قبة البرلمان ويرى بعض المراقبين أن تراجع الاستقطاب الطائفي الذي كان يدفع الكثيرين للمشاركة وغياب الحافز الإيجابي البديل في ظل قانون للانتخابات يضمن للكتل المتنفذة الفوز دفع الكثيرين للمقاطعة الحافز حقيقة السلب الطائفي الذي كان موجود في الانتخابات الماضية في هذه الانتخابات لم تكن لا شعرات طائفية ولا حتى أحزاب طائفية الأمر الآخر حقيقة المواطن لم يثق في كل الأحزاب التي شاركت وساهمت في بناء العملية السياسية التي الكثير منها يقولون هذه عملية فاشلة وليس هناك أمل حقيقي لبناء دولة ديمقراطية مدنية ويرى آخرون أن خيبة الأمل لدى الناخبين بالأداء السياسي وعدم مقدرتهم على التغيير أدى إلى مقاطعة الكثيرين للانتخابات النيابية كرسالة احتجاج وإنذار لما قد يلحقها من تظاهرات أو اعتصامات أحمد عرام الحرة بغداد